بعد كل تصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبالتزامن مع أي مبادرة حل يبرز مصطلحة للدولتين فما المقصود به؟ بدأ الحديث عن حل الدولتين بعد نكسة عام 67 وينص على إنشاء دولتين إسرائيل وتقوم على الأراضي التي احتلتها عام 48 ودولة فلسطين ضمن الحدود التي رسمت في عقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 67 ورسم حينها الخط الأخضر الذي يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم ويعد القرار 242 أشهر القرارات الدولية بهذا الشأن ويدعو إلى إنهاء جميع حالات الحرب وانسحاب إسرائيل إلى حدود 67 واحترام سيادة كل دولة على أراضيها مع الاعتراف المتبادل فيما بينهما لكن يواجه حل الدولتين عرقي لعدة أبرزها وضع القدس وقضية اللاجئين العامل الديمغرافي المستوطنات في الضفة إلى جانب حضر المقاومة أيضا ويعد وضع القدس الأكثر إشكالية وفق التالي ففي عام 47 كانت القدس موحدة وبعدها بعام احتلت إسرائيل الجزء الغربي منها ثم عام 67 احتلت الجزء الشرقي وهو الجزء الذي يصر الفلسطينيون أنه عاصمة لدولتهم ورغم ذلك تمثل إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل الحل المرجعي الذي تتجه إليه البوصلة بعد التصعيد الأخير وتأكيد الولايات المتحدة تبني هذا الموقف